سأل أحدهم يقول إذا كان الاغتسال يؤخرني عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة لأن يحضر الجمعة بعد أن يركب الإمام من بر فهل أغتسل ولو تأخرت حتى أدخل مع الخطبة أو أتوضأ وأذهب مبكرا حتى أصل قبل أن يبدأ الإمام الخطبة لا شك أنه إذا ضاق الوقت جدا بحيث إنه لو اغتسل سيدخل بعد أن يصعد الإمام المنبر لا شك أنه لا يغتسل يتوضأ ثم يذهب مباشرة إلى المسجد ليدرك خطبة الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر لأن هذا أمر مجمع عليه وهو وجوب دخول المسجد قبل أن يصعد الإمام المنبر أما الاغتسال فمختلف فيه وأكثر أهلهم على أنه سنة وذهب بعضهم أنه واجب والمتفق على وجوبه مقدم على المختلف فيه يتوضأ ويذهب إلى الجمعة لكن يهتم مرة ثانية أن يستيقظ مبكرا وأن يتجهز إلى صلاة الجمعة وأن يذهب أيضا إلى صلاة الجمعة مبكرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة من جاء في الساعة الثالث فكأنما قدم بقرة من جاء في الساعة الثالث فكأنما قدم كبشا من جاء في الساعة الراب فكأنما قدم دجاجة من جاء في الساعة الخمس فكأنما قدم بيضة قدم شيئا تعالى مبكرا لصلاة الجمعة وقدم شيئا لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا